الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السيما كثيرا أما بعد شكر الله لك وبرك الله فيك وفي قناتك المباركة المسألة بين يدي هذا الخطاب نعم وهذه الأحداث أول سورة في القرآن أستاذ البص ما اسمها الفاتح ثاني سورة البقرة لما سميت البقرة باسم حدثت البقرة نحن أمّا العلاج والدواء والشفاء في في ديننا عندنا العلاج النجا وقص علينا الله من القصص لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتر البقرة هذه ثاني سورة بقرة نعم بقرة ويعرفها الناس جميعا وأطول سورة في القرآن نعم قدمت الفاتح عليها ثم هي الثانية ثاني سورة وهي من السبع الطول ما قصتها أولا تحكي لنا أن المشاكل أن المشاكل هي طبعا من بني إسرائيل الشيطان المراوغة ما هي ما لونها ما هي مراوغة وإذا خير البقرة تشاهد علينا نعم لكن المقصد هنا من أمر آخر بالذي حدث رجل من بني إسرائيل قاتل عمه ولا وارث له إلا هو يعني استعجل وفاة عمه حتى يستعجل ميراثه عنده طبعا في الشريعة قضت على ذلك ولم تورث القاتل ما ماذا فعل قتله ثم ألقى به كما تقول بعض الروايات في جهة معينة أم في جهة قبيلة معينة حتى تتهم به تلك القبيلة نعم وجاء إلى موسى عليه السلام يبكي عمه قتله وبكاه قتله وطالب بثأره قتله وانظر ما يحدث الآن تربني علمنا قال يا ناس أهو العلاج ما شاء الله أهو الدواء أراه كل ما يحدث في الدنيا طبعا أنت مسلم هذا المكر يقتله بيده ويقضي عليه ويريد أن يجنى ثمرته قبل وبعد ويبكي وقلني منكتل عمي منبنا أعرف طبعا ألسقتهم بعض الناس ألقاه بجانبهم حتى يقال هؤلاء من قتلوا الرجل وجل موسى لكن الله فضحه بالوحي وتكلم الميت وقال قتلني هذا إذن نحن أمة نعلم أنه ماذا كل من يقول أني فلان وعليلان يقول ايه صح وأظهر بعض الدلائل أو كده لا فتبينوا تربق كل بقرة قاعدة كل يوم صورة دكرة فيها الأنبياء ودكرة يعني بكثرة ودكرة في أمور كثيرة وأحكام الأسرة ومع هذا سميت بسورة البقرة ديب البقرة معك لأنه سيقتل في آخر الزمن بالذات مسألة البقرة تقتل ويتهم بها يعني يفعلون الأمر نعم ثم يتهمون به غيرهم لمصالحهم وكلها ترجع إلى أولئك القوم أهل المكر والدهاء فأنت معك العلاج كمسلم فتبينوا وبعدين هناك مسألة أخرى كثيرا ما يقولون إذا أردت أن تعرف الجاني فانظر في الجريمة من المستفيد في الغالب من المستفيد